هذه أبرز العناوين باتنا يطرق باب الرجراج لمنحه الفرصة مع الأسود بعد تألقه في دور روشن لا يصدق زياش يهز تشيلس بأول انتقام بعد دخوله مع غلطة سري مدرب فروزنوني شدير هو المهاجم الأول في الفريق إنه لا يستطيع الانتظار ليجد الطريقة نحو الشباك والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس باتنا يطرق باب الرجراج لمنحه الفرصة مع الأسود بعد تألقه في دور روشن يواصل الدولي المغربي مرض باتنا مهاجم نادي الفتح الممارس في دور روشن السعودي لكرة القدم تألقه في الملعب السعودية بين كوكبة من نجوم العالم الذين حطوا الرحالة هناك مؤكدا علو كعبه كواحد من أبرز المحترفين في الدوري وأسهم مرض باتنا في تحقيق نادي الفتح الفوز على مضفي الخليج بثلاثة لواحد برسم الجولة السادسة من منافسات الدورة السعودية بتسجيل هدفين مساء الجمعة ليتساوى مع مواطن عبد رزاق حمد الله في عدد الأهداف المسجلة تألق ابن سوس في دور روشن وهو يرسم أفضل اللوحات بيسره الساحرة يجعله مؤهلا ليحضى بفرصة مع المنتخب الوطني المغربي الأول ضمن كتيبة وليد راقراقي خاصة أن المهاجم السابق في صفوف كل من حسنية أقادير والفتحة الرباطية نجح في الحفاظ على تباتي مستوى رغم تغيير ألوان أقمصته من ناد إلى آخر وباتت حدود مرض باتنا قوية للتواجد مع المنتخب الوطني المغربي مستقبلا في حال نجح في مواصلة العزف على وتريد تألق في الديار السعودية لا يصدق زياش يهزو تشيلس بأول انتقام بعد دخوله مع غلطة سراي حضية الدولي والمغربي حكم زياش بفرصة المشاركة مع ناديها الجديد غلطة سراي لأول مرة منذ انتقاله إليه خلال المركات الصيف الماضية أمام نادي سامسونس بور عن الجولة الخامسة من السوبرليج وشارك زياش بديل لزميلة تيتي بديت الشوط الثاني حيث قدم آداء مميزا بدنيا وتقنيا في أول ظهور له مع غلطة سراي وسهم زياش في فوز فريقه على السامسونس بور بأربعة أهداف مقابل أهدفين وتفاعلت الجماهير التركية مع مشاركة زياش بشكل إيجابي معتبرة أنه قادر على تقديم الإضافة المنتظر منها ورفع غلطة سراي رصده إلى عشر نقاط في صدرات الترتيب بفارق الأهداف أمام تشايكوريزا سبور وتوقف رصد سانسونس بور عند النقطة الواحدة في المركز الثامن عشر مودريبو فروزينوني شديرا هو المهاجم الأول في الفريق إنه لا يستطيع الانتظار ليجد الطريق نحو الشباك تحدث مودريبو فروزينوني الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو بخصوص لعبه الدولي المغربي وليتشديرا مؤكدا أنه يعتبر المهاجم الأول للفريق وقال فرانشيسكو في المؤتمر الصعفي الخاص بمباراة الصصول هناك العديد من التقييمات التي نقوم بها بما في ذلك اللاعب شديرا الذي عاد من المنتخب المغربي وأضف لقد قمت بتدريب فرق كانت فيها منتخبة وطنية ولعبت أيضا في المنتخب لذلك أعرف أن اللاعب الذي يعود من تلك الالتزامات لا يكون متعبا بل غالبا ما يكون لديه حمس أكبر وأتم مدرب فروزينون حديثها ولتشديرا هو المهاجم الأول في الفريق هو لا يستطيع الانتظار ليجد الطريق نحو الشباك إنه يتحرك بشكل جيد ويهاجم في كل المساحات رسالة مؤثرة من فجر لأسر ضحية زلزال الحوز نحن معكم عبر الدولي والمغربي فيصل فجر لعب فريق الوحد السعودي لكرة القدم عن تضامنه الكبير مع ضحية زلزال الذي ضرب منطقة الحوز وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرح ووجه النجم المغربي رسالة مؤثرة للشعب المغربية في تصريح عبر قناة SS السعودية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ضمك لحساب الجولة السادسة من المسابقة المحلية وقال اللاعب فجر أود أن أوصل رسالة على مواقع في بلاد المغرب نحن معكم ورحم الله ضحايا الزلزال مباراة بوركنافاس أعادت مستوى المنتخب الذي لعب نصف نهائي كأس العالم أكد مذرب المنتخب الوطني وليد رجراجي أنه استعاد المنتخب الوطني الذي وصل إلى نصف نهائي المونديال قطر وأشهد رجراجي خلال الندوة صعفية عقب المباراة الوذية التي شهدت فوز المغرب على بوركنافاسو بهدف دون رد بأداء أصود الأطلس خلال هذه المباراة مؤكدا أن المنتخب الوطني يتقدم قويا بنظام لعبها وتبع قائلا اللاعب أرادوا حقا الفوز بهذه المباراة لقد أظهرنا الكثير من القوة كما تركنا مساحة كبيرة وأوتيحت لنا الكثير من الفرص لإنهاء المباراة ولم يتمكن اللاعب من تسجيل هدف تاني لتحرير أنفسهم وقال إنه سعيد للغاية بأداء الفريق وبلعبها الذين كانوا في حالة تركيز واستطعوا تقديم الفرحة للشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب الحوز يوم الجمعة الماضية وأكد المدرب الوطني أن الاستعداد لهذه المباراة الودي لم يكن سهلا لكن كان علينا أن نلعب لنظهر أن المغرب يعرف كيف ينهض ويتطلع إلى الأمام وأضف وليد راكراقي لقد حضينا بدعم جيد من الجمهور الذي استجابه أردنا إرضاء جماهيرنا وشعبنا كنا نعلم أن الكثير من الناس سيشاهدون المباراة وكانوا بحاجة إلى ابتسامة صغيرة الحياة تستمر أنا فخور بشعبي لأنه عندما نواجه صعوبة نشتمع معا ويساعدنا الجميع وشدد على أن رسائل الدعم التي جاءت من جميع أنحاء العالم تثبت أن الشعب المغربي معروف بقيمتها شعب متواضع يعمل ويتمتع بقيم جيدة وعندما نتعرض لأداف إلا نقاتل من أجل النهوض مرة أخرى واردف قائلا أنا فخور بمغاطني لقد رأينا أن هناك زخم تضامنيا وعندما نواجه صعوبة نكون في الموعد ونساعد بعضنا البعض إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة للبلاد ولكن كما هو الحال دائما سنعرف كيفية النهوض من جديد لقد نهضنا دائما وسنوصل العمل كما فعلنا اليوم على الملعب حتى يتمكن المغرب من العودة إلى حياة طبيعية وقبل كل شيء سنحاول القيام بكل ما في وسعنا لدعم أسر المتوفين والمصابين يذكر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تمكن من الفوز على نظره البوركينابي بهدف دون رد وذلك في المباراة الوديا التي جمعتهم مساء الثلاثة الماضي على أرضية ملعب بولارت دوليليس بمدينة لانسا الفرنسية الزلزولي تشافي لم يعتمد علي لذلك قررت مغادرة برشلونة لأنني أريد اللعب أساسيا قدم نادي ريال بيتسال إسباني صباح يوم الخميس لعبه الجديد المغربي عبدالصمد الزلزولي الذي انتقل للفريق الأندلسي قادما من برشلونة وأشار الزلزولي إلى أنه قرر المغادرة كون المدرب تشافي هيرنانديز لا ينوي الاعتماد عليها مؤكدا أن هدفه هو اللعب وليس البقاء في كاريسي الاحتياط وقال البالغ من العمر 21 سنة في برشلونة أخبروني أنهم يريدون بقائي ولكن في أول ثلاث جولة من الليغة تشافي لم يدفع بي أساسيا لذلك أردت الخروج من هناك لأنني أريد اللعب أساسيا تجدر الإشارة إلى أن عبدالصمد الزلزولي وقع عقدا مع ريال بيتس يمتد لغاية الثلاثين من يونيو 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر